بديع البيان من بديع بيان القرآن الكريم عنايته بتقديم الألفاظ وتأخيرها مراعاة لما يستدعي السياق تقديمه أو تأخيره ومن ذلك تقديم الإناث على الذكور في قوله تعالى يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور فتقديم الإناث مراعاة لسياق الكلام من أنه سبحانه فاعل ما يشاء لا ما يشاء الأبوان فإن الأبوين لا يريدان إلا الذكور غالبا وهو سبحانه قد أخبر أنه يخلق ما يشاء فبدأ بذكر الصنف الذي يشاءه ولا يريده الأبوان وهو الإناث كما أنه سبحانه قدم ما كانت تؤخره الجاهلية من أمر البنات حتى كانوا يئدونهن وفي ذلك رسالة مفادها أن هذا النوع المؤخر عندكم مقدم عندي في الذكر وفي تقديم الإناث على الذكور في الآية جبر لخاطرهن وتسلية لقلوبهن بديون بيان